سؤال هنا ما الهدف الأمريكي من وراء هذه الخطوة التصعيدية والاستفزازية للجانب الفلسطيني يعني واضح تماما أنه هذا ليس قرارا إداريا ولكن كما تدعي للولايات المتحدة طبعا أو وزات الخارجية ولكنه تكريس لمبدأ القدس عاصمة لإسرائيل وأيضا استكمال إجراءات الدمج وقطع شريان التواصل أو الاتصال مع الفلسطينيين في القدس وفي الضفة الغربية تماما وليس بعيدا أيضا هذا القرار عن موضوع قرار الذي انتخذه الكنيسة الإسرائيلية مؤخرا بالقانون القومية وهو أنا أراه في أنه تكريس لمشروع فرض إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين وكما أيضا أنه تجاهل لاعتراف الأمم المتحدة بالوضع القانوني للقدس المحتلة كعاصمة محتلة لفلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر